التقى الرئيس السيسي في باريس مع الرئيس الفرنسي منويل ماكرون وذلك على مأدوبة غداء عمل أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس السيسي بقصر إليزي تكريما لسيادته واحتفاءا بزيارته لفرنسا لمشاركة في قمة المثاق التمويلية العالمية الجديدة هذا وأشهد الرئيس السيسي بالتطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات التنائية بين مصر وفرنسا على كافة الأصعداء مؤكدا تطلع مصر لمواصلات تعزيز التنسيق السياسية وتبادل وجهة النظر مع فرنسا إذا مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة فضلا عن مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالتعاون التنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين لا سيما في القطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بخبرات وقدرات متميزة مثل قطع النقل وقطع التقل المتجددة في مجال الهيدروجين الأغدر بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الشهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية كما تم التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على أسواق الغذاء وأيضا إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى استعراض سبل تنصيق الجهود مع مصر كشريك رائد للتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن التباحث بشأن أهم النتائج المنتظرة لقمة مفاق التمويل العالمي الجديد مع تأكيد حرص البلدين على التعاون والتنصيق من أجل تعزيز المبادرات الدولية الهدفة لدعم الدول النامية وتيسير نفاذها للتمويل اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تصاعد العديد من التحديات على المستوى العالمي